فبخصوص الموضوع للحوار الاجتماعي بما أنه أخذ نصيب الأسد من مختلف الأسئلة التي طرحت بالفعل الحكومة وقعت على اتفاق مهم جدا مع النقابات هو اتفاق غير مسبوق بالنظر لقيمته المالية وأيضا هو غير مسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صغاته السابقة إلى منطق جديد هذا المنطق الجديد كي يندرج في الجهة للجلالة الملك حفظه الله لأن هذه الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي هي جولة تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك فخرجنا من المنطق السابق للاجتماع غادات فاتح مي تكلموا فيها تقنيا ثم نترك الأمور إلى ملتقا قادم في السنة المولية إذن أول شيء قامت بهذه الحكومة في إطار هذا المشروع الاجتماعي الذي يريده جلالة الملك هو مأسسة الحوار الاجتماعي والمأسسة تعني ما تعنيه ولن كانت لقوا كل ستشهر مع النقابات لا نلتقي فقط لمناقشة القضايا التقنية ولكن لمناقشة الإصلاحات فمن يقول المقايضة لم يفهم المأسسة ما زال ما فهمش المأسسة لأنه الإصلاحات اللي قمت بهذه الحكومة منذ أن نصبها جلالة الملك تقوم بالإصلاح مع النقابات ولكن لكل إصلاحي الكلفة الكلفة هي أنه الرفع من الإمكانيات التي نقدرها نوجها لهذه المورد البشرية لكي تواكب هذه الإذن هذه هي الثقافة الجديدة التي أرستها هذه الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي هناك نقاش يتجاوز الأرقام ويصل إلى الإصلاح مرتبط بقضايا كبيرة جداً تأجل إصلاحها في بلادنا فقلت هذا المشروع الاجتماعي الذي يرعاه جلالة الملك نطلق أولاً بالدولة الاجتماعية لفيها جوجة العناوين الأساسية لا تحسوش بأنني أتكلم حول موضوع لا علاقة له بلا لا سنبقى في الدولة الاجتماعية في البناء المؤسسة ديلا بدنا بالدعم الاجتماعي للطبقات المعوزة قبل منه التغطية الصحية ثم مشينا في مستوى ثاني نحو إقرار واحد لإمكانية مالية مهمة جداً لفائدة الطبقات المتوسطة والتي ما فتئتم تطرحون هذه الأسئلة داخل هذه القاعاء وطرحتم هذا السؤال غير ما مرة فالبناء هو بناء طالع بشكل متدرج بدنا أولاً بالدولة الاجتماعية في الطبقات ديالها الناس اللي محتاجين تغطية صحية أو متضامون تم إقرار تغطية صحية لجميع المواطنين المغاربة الذين كانوا يزاولون بعض المهام الغير الأجراء انتهينا من هذا الموضوع مرنا الموضوع الثاني هو إقرار تعويضات عائلية مباشرة للأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة أو للأطفال في وضع تمدرس أو غير تمدرس مع عائلات ديالهم ثم مشينا للمستوى الثالث الآن لفيه هذا الفضاء الجديد اللي هو الفضاء ديال الحوار الاجتماعي إذن المأساسة للحوار الاجتماعي كانت مكسبة مهمة جدا للجلوسي ومناقشة هذه القضايا مرة كل ستة أشهر معالجة بعض القضايا التي تهم بالهشاشة أنا تكلمت عليها الدعم الاجتماعي معالجة وضعيات شغيلة أربعة فصيلة جوج مليون مستفيد من هذا الحوار الاجتماعي واحد فصيلة جوج في القطع العام وثلاثة ديال مليون في القطع الخاص عبر ياش عبر إقرار زيادة عامة في الأجور ألف درهم عبر الشطرين قسط الأول فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني فاتح يوليوز 2025 الزيادة العامة في سميق وفي سماج منين ستأخذوا السميق وسماج منذ أن تم تنصيب هذه الحكومة ستلقوا السميق تزاد بـ 20% والسماج تزاد بـ 25% السميق الآن ديال بلدنا في القارة الإفريقية رحنا في مراتبة جد 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 متقدمة إلا ما خنتني جدا كريم كانحنا الثاني على الصعيد الإفريقي مقارنة مع مجموعة من الدول هذا مجهود كبير قامت به هذه الحكومة ثم كين واللي هو مهم جدا هو تخفيض الضريب على الدخل واللي غادي يتهم جميع الشرائح كل واحد حسب الشريحة اللي راه هو موجود فيها فهذا غادي نرفعه من الهامج لإعفا من 30 ألف درهم من 40 ألف درهم وغادي يقول لي 6 ألف درهم كأجر معفية من أي ضريبة بمعنى لا يؤدي أي ضريبة إذن طبقات الموجودة متدنية لا تؤدي أي ضريبة والطبقات اللي هي في واحد المستوى مرتفع طبعا تؤدي واحد الضريبة باش نضمنه واحد ما يمكنه أن نصطلح عليه بالعادلة المجارية طبعا خلينا الهواميش المرتبطة بالتحملات العائلية خاصة للأجراء اللي عندهم أطفال حيث رفعنا من الكلفة ديال التحمل العائلة من 360 درهم إلى 500 درهم بمعنى منك الرفعه هاد الكلفة ديال التحمل سنعفيها هي الأخرى من هذه الضريبة على الدخل إذن هذه القضايا كلها هي مهمة جدا من الناحية المالية لكن هي أيضا مفيدة لإقرار إصلاحات مهمة أولا باش نجواب على واحد السؤال ديال أننا عنا واحد النسب ديال ديال الارتفاع ديال تكاليف الحياة وخصوص الأجراء والمغضافين تكون عندهم إمكانيات باش يقدر يوجهوا هاد الارتفاعات هذي وتانيا لأنه الدولة الاجتماعية لكي تكون دولة اجتماعية ما شيفا قد تهتم بفئة دون أخرى يجب أن تكون هناك واحد العدالة على مستوى تحسين الأجر وهذا شيء كله إن شاء الله غاد يرجع على بلدنا بالخير خاصة في الطلب الداخلي وفي جملة من القضايا هذا بخصوص الحوار الاجتماعي بل الآن الحوار الاجتماعي جات بعض العناوين لأنه عود ما غنقلسوش مع النقابات باش نتكلموا على الدخل وعلى الأجراء ونخليوا القضايا الأخرى اللي هي مهمة واللي كان عرفوه بأنها تحتاج إلى إصلاح عاجل وفي طالعتها تقاعد لا بد الحكومة أن تباشر هذه الإصلاحات هذه الحكومة هي عند جوجة الخيارات في موضوع ديال التقاعد إما أن تباشر الإصلاح بشكل شجاع وبشكل مشترك مع النقابات ونوضع السيناريوهات الممكنة وبدأت لبعض الملامح اللي تم الاتفاق عليها عبر إقرار قطبين عمومي وخاص وإما أن أجلوا هذه الإصلاحات هذه لكن من سوف يتحملوا كلفة التأجيل إحنا إذا عملنا الإصلاح ونعرفوش كله يتحمل كلفة الإصلاح لكن إذا عملنا التأجيل من سوف يتحمل كلفة التأجيل أنا أعتقد هذه الإصلاحات في هذا الجو من المسؤولية والصراحة تبكننا من أن نعالي جميع الفاتين مرتبطة بأجيال وأجيال وبالحق ديالهم في هذا التقاعد نفس الشيء بالنسبة للقانون الإضرب اللي يتأجل الأسبوع الماضي أنا تتكلمت على هذا الموضوع عادة قلت بأنه المفروض أن يخرج في الولاية الأولى بعد المصادقة على الدستور فنحن اليوم في الولاية الثالثة والإضراب مني كنقوله قانون الإضراب راه الإضراب هو حق دستوري لكن يجب أن ننظمه يجب أن ينظم وطبعا لا يمكن أن تنظمه الحكومة بوحدها تحتاج إلى أن تجلس مع النقابات وأن تستمع إلى تصوراتهم حول هذه الموضوع وطبعا البرلمان هو الآخر مدعو للإنخراط في هذا النقاش خاصة أن هذه القوانين سوف تتم المصادقة عليها في هذا المستوى من يقول هذا الكلام لم يفهم لم يفهم مأساسة الحوار الاجتماعي ويحتاج إلى كثير من الوقت لكيفه فبغض النظر على الأرقام بغض النظر على ألف درهم وكذا ألف درهم مهمة لكن يجب أن ننظر إلى عمق الأشياء يجب أن ننظر إلى التحول الذي وقع في هذا الموضوع هذا الدولة الاجتماعية الإصلاح إلى جنب الشركة الإصلاح مع الفرقة والإمكانيات المالية التي تكلمت عليها الأستاذ مريم هذه الإمكانيات المالية لا كان القدرة لكي يتم تدبيرها لكن من هناك تشوف الوقع ديالها في المجتمع أنه ممكنش تعمل دولة اجتماعية بـ 25 مليار وتوصل إلى أفق 29 مليار في 2026 وتعطل ورش مهم اللي هو دي الحوار الاجتماعي هذه الصرعات يجب أن تنطلق بشكل متوازن هذا هو اللي غد يضمن التوازن ديال المجتمع طبقة المتوسطة مش فقط هي طبقة في المجتمع نا طبقة حاملة لقيهم وهذه الطبقات المعويزة بالدعم الاجتماعي سوف تتحول هي الأخرى أن تساهم بشكل لا يقل عن مساهمة الطبقة المتوسطة في حمل القيم الوطنية والدينية وكذا وهذا مهم جدا لبلادنا